وحشتوني كتير كتير وربكنوا بصحة وخير وانتو بتتفرجوا علي النهاردة وجيالكوا بفكرة حلوة قوي نقدر نغير بها الرخام القديم ايه الخامات اللي احنا عايزينها النهاردة عايزين لكيه عايزين انا هستخدم اللكيه الابيض في منه الوان كتير اللي عايز وعايزة تيب عشان اعزل السراميك عن الرخام عشان السراميك ما يتبهدلش من اللون اللكيه اللكيه عشان بيبقى قوي قوي في تنظيفه وعايزة رولة زي دي الخشنة دي حلوة قوي قوي على فكرة في توزيع اللون وفي منها النعمة دي بحوالي خمسة لتلاتة جنيه وكمان عايزة نفط اسمه الدبابة لانه بيبقى شفاف وحلو جدا ما بيغيرش اللون اللكيه بتاعد زي ما انتو شايفين هنا انا بعز الايدي بكريم مرتب كويس جدا وبحط الجوانتي عشان بيبقى تنظيفه وخدوا بالكو اللكيه زي دي بيبقى صعب قوي قوي في تنظيفه من الايد وعلى الاسطح لو جيه على حكي خلط بيتنظف بتنر عمتا او نفط هبتدي بقى زي ما انتو شفتوا كده انا خففته بالنفط بتاعي لغاية ما بقاش يعني مش سيل قوي او ماسك قوي بين البلين كده حلو معايا وحبه صغيرين على جنب كده هدرجهم اخليهم لون رمادي بملونات صغيرة جي اللي سي مخصوصة لتدريج الالوان اللكيه عملت بدرجه هو اللون زي ما انتو شايفين معايا عشان عايزة اعمل زي عروق كده لونها رمادي اللي مش حابب يعمل الدرجة اللي انا هعملها دي النهاردة ممكن يعمل لون اسود يجيب لك اسود ويعمل زي الجالاكسي عارفين تنطروا عليه كده برونز دهب او فاضي وبعد ما ينشف تديره طبقة اخيرة اللي هو بتاع الحوائط الجي اللي سي او اي ورنيش خشب هيبقى قوي جدا جدا معاكم انا بوزع اللون زي ما احنا شايفين هنا بدي كده طبقة حلوة سميكة بالرولة بتاعتي اوزع كل حتة وادهني الاول الطبقة كلها السطح اللي انت تشتغل علي بعد كده هنبتدي اللون هنمسك خطوة خطوة ويريد تسمعوني كويس عشان تعرفوا الطبق الموضوع ده عامل جدا وصدقوني وفارلي كتير جدا كنت بجيب في الشهر حوالي من 60 ل70 جنيه ستيكر وانتو عارفين الستيكر كل شوية يدخدش وكده زي ما انتو شايفين انا عزلت الحلال استلس عشان ما اجيش عليها اللون وكمان السراميك واديني شغالة اهو قدامكم ونرجع تاني اقول لكم هو هيستحمل ولا لا اهو احنا شغالين كده اهو هيستحمل بس السبوه ينشف مدة كافية هياخد حوالي 24 ساعة ان هو ينشف هو مكلف ولا لا اهو يعني تقريبا مجموعة الحاجات اللي انا جبتها دي بحوالي 60 جنيه قضت حوالي 4 متر ونص او 4 متر من الرخين يعني مفيش احسن من كده هينشف حوالي زي ما قلنا 24 ساعة وبعد كده تبتدي تستعمليه بس ما تحطيش عليه اشياء تقيلة اوي لانها يفضل حوالي يوم او اتنين على حسب مكان التهوية اللي عندك يفضل يبصم او يسيب علامات بص خفيفة مش اللي هو يتشال من مكانه يعني بعد كده خلاص يبقى عادي جدا وهيبقى مش يكحت بسهولة لا هيبقى قوي انا وزعت اللون زي ما انتو شايفين اهو معاكم حبيت اعمل باللاكيه عشان السطح اللاكيه نما تيكيتو اشتغلو بيه ببقى قوي جدا لكن جربت مرة الرخيمة دي وعملتها بالاكراليك العادي بتاع الحوائط وقدتها بعد كده طبقة ورنيش بتاعت اخشاب كانت حلوة بس ما قعدتش كتير معي يعني قعدت حوالي مثلا ثلاث شهور وابتدت تتخربش وشلتها بكل سهولة على فكرة بلسكينة وطلعت معايا وحبيت بقى اعمل لون جديد وقلت اغير معاكم كده ونشوف مع بعض اللون الرمادي اللي انا درقته ابتدي اي حاجة كده ريشة مثلا الشيش طوق عصيت الشيش طوق بس انها كده نبتدي نخطط خطوط مما وجر وفيعة قوي زي ما احنا شايفين وبعد كده هبتدي بقى يعني اوزحها ادمجها دمج بسيط يعني نظام كده زي ما انتو شايفين راحها جاية عليها بيدك تبقى خفيفة على اساس اعمل تمويه اللون على اساس اعمله كده زي الرخام تجزيعة الرخام هموه بس اول سطحي بالشكل ده وبعد كده هنشوف تاني مرحلة ايه معايا كل ده واحنا بنشتغل ما نسبوش ينشف هنا برضو ما نشفش معايا بعد ما اديت اول طبقة ابتديت اعمل تاني تجزيع تاني عروق من برضو الابيض بقى المرة دي دخلته دمجته والرمادي على فكرة الموضوع ما يحيرش كل ما اللون تلاقيه عصلك معاك او في حتة ما زبطش ممكن تضيفي لون ابيض او رمادي تاني اعملوا بقى اللون اللي انتو عايزينه ممكن بني وعروق بيج او ممكن اسود وتنطرو فوقها برونز وتسبتوه في الاخر بالورنيش هيبقى طحفة جدا زي ما انتو شايفين كده وبعد كده بالكيس بقى هبتدي امشي مع العروق دي رايحة جاية هيدينا شكل الرخام بالزبط هيبقى جميل جدا وعملي على فكرة قوي قوي محدش يقول لي من الصحي احنا مش هنحط عليه اكل مباشر نستغن عن الخطوة دي كده كده احنا بنستخدم قطعات قطع لللحم قطع للخضار والاكل بتاعنا بيبقى في طبق فكل ما هنالك نابي بيبقى شكل حلو ونضافة وبتحسوا كده ان بيدي بهجة كده للمكان وتكديد زي ما انتو شفتوا اهو شغالين بالكيس كيس عادي مكشكشينه في ايدينا ونبتدي نوزع نمشي بس رايحين جايين على العروق بتاعتنا بالشكل ده ونعمل المكان كله اهو بتدى يموه قدامنا كده خلاص اه انا صورت يعني انا بصور فيه بقى لي كتير يعني صورت من مدة كبيرة وبعد كده نشف طبعا قعد ده تقريبا حوالي 30 يوم انتو عارفين بقى لي مدة ما بنزلش فيديوهات ده كنت اخر حاجة بحضرها كده بقى له حوالي 30 يوم ولسه بيلمع وجميل اه انا عجبني وفار لي كتير كنت كل شهر تقريبا ما بيجبنيش شكل رخام فتلاقيني حطيت ستيكر بخمسين ستين جنيه وكل شوية بتعب جدا كمان في الستيكر طبعا انتو عارفينه بتبهدل بسرعة اللون بيروح وبيتكشت بسهولة فتتعبي كمان في لازقه تتعبي في نظفته ان هو يطلع من الرخام نفسه عشان تغيريه وتشيله تحطي غيره جميل تصدقيني جدا ممكن يقعد معاك من خمس لست شهور وممكن اكتر على حسب اعتنائك بي اه محدش يقول لي من الصحي مش هنحط عليه اكل مباشر خالص في قطعات نحطها ونقطع عليها الاكل بتاعنا ما تنسونيش في اللايك وما تبخروش علي باللايك لو الفيديو فعلا فاتكم شكرا لكم جدا جدا استنوني فيديوهات تانية